السلام عليكم ورحمة الله اليوم سيكون موضوعنا عن القمل القمل يوجد منه عدة أنواع النوع الأول وهو قمل الإنسان ولن نتحدث عنه اليوم وهو يأتي من قلة النظافة الشخصية ويتغذى على دم الإنسان ويكثر في السجون والمدارس ويوجد له علاج في الصيدليات شامبوهات خاصة والنوع الثاني قمل الخشب والنوع الثالث قمل الكتب وهو سيكون محضر موضوعنا اليوم تسمى أيضا قملت الورق وآتت هذه التسمية لوجود هذه الحشرة في الكتب القديم حشرة صغيرة يقال طولها الواحد مليمتر ليس لها أجنحة ويشكل بطنها غالب جسمها وتتكاثر عضريا أو لا جنسيا حيث لم تلاحظ الذكور ويختلف عن التوالد الخنطب تضع الحشرة البيوض ولونها أبيض وشكلها بيضوي ثم يقس هذا البيض بعد أسبوعين تخرج من حشرات صغيرة بحجم رأس الدبوس ولونها شفأ ثم يتحول إلى الأبيض ثم إلى الرمادي أو البني وتتغذى على العفن الدقيق وعلى البقايا العضوية التي تعتر عليها وعلى العجينة المستخدمة في تجليد الكتب القديمة والأماكن الخصبة لتكاثرها الأماكن عالية الرطوبة والدافئة وقليلة التهوي وقد تتوفر هذه البيئة الخصبة في المنازل والمتاحف والمكاتب والمخازن وهي حشرة سطحية لا تفضل الاختباء وتعيش على الجدران والسقفيات وعلى أسطح الخشب وعلى الكتب والأوراق وداخل العبوات الطعام المفتوحة والحبوب للوقايا من قبل الكتب تهوية المنزل باستمرار وتنظيف العفن إن وجد وعزل الرطوبة إن وجدت طريقة علاج ومكافحة قمل الكتب في البداية يجب عزل الرطوبة وتنظيف مكان العفن قبل البدء بالمعالجة بالمبدات الحشرية وعند علاج حشرة قمل الكتب في المنازل تحتاج لمغادرة المنزل لمدة ساعة واحدة لاستخدام أجهزة التعقين والمواد المستخدمة مواد من أصل نباتي وعضوي لا تحتاج لغسيل أو تنظيف المنزل بعد العودة تستطيعوا مرسلتنا على الواتس أب أو زيارة صفحتنا على الفيسبوك أو زيارة قناتنا على اليوتيوب الهدود فوربست كونتر والسلام عليكم ورحمة الله